موسيقى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله محبتي واحترامي لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من دائرة الحدث ضمن أحداث السودان ملف جديد حيوي يجيب على تساؤلات مهمة ولكن يبدأ بهذه التساؤلات وللقفز من سفن التحالفات في السودان تاريخ حافل سفر عامر يضج بالمواقف والسير في حين كانت الحركة الوطنية تنازل النميري فضل الصادق المهدي وحسن الترابي مصالحة صاحب مايو وبعدها اندثرت الحركة بموت الشريف حسين الهندي وعندما كان التجمع الوطني الديمقراطي يعارض الانقاذ بالسلاح والسياسة آثر المهدي مرة أخرى العودة عبر عملية تفلحون فانتهت تجمع إلى اتفاقية قسمته وذرته مع الرياح وحتى حين تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أطاح بالطاغية ما لبث حزب الأمة أياما حتى رفع عاقيرته مناديا بإعادة الهيكلة ثم ها هو ذات الحزب يجمد عضويته إلى حين إعمال مشرة المراجعة وإعادة التأسيس في جسد التحالف الواسع فرغم التحديات التي تمر بقوى الحرية والتغيير والمهام الجسام التي تنتظرها فأي فرص لهذه الدعوة من قبل حزب الأمة لهذا التحالف العريض من أجل تأسيس لمرحلة جديدة هذا هو السؤال الحرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحيح أن قوى الحرية والتغيير ورغم هذا النجاح الباهر بقيادة هذه الثورة إلى جانب مكونات أخرى والإطاحة بنظام الإنقاذ البائد والرئيس المخلوع عمر البشير إلا أنه بعد أن بدأت هذه الحكومة حكومة الثورة بدأت هناك تساؤلات عن ما السبب الذي يمنع هذا التحالف العريض أكبر تحالف في تاريخ السودان من أن يكون له جسم أن تكون هناك هيكلة أن تكون هناك عملية تصلاح مؤسسي وصولا إلى دولة الديمقراطية والسلام والعدالة برزت أصوات كثيرة حزب البعث حزب الأمة القومي الحزب الشيوعي نداء السودان حزب المؤتمر السوداني وظهر هذا السؤال هل تحتمل إعادة تأسيس في قوى الحرية والتغيير الإجابة على هذا السؤال العريض أزعت جدا أن يكون ضيفي داخل الأستوديو الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني مرحبا بك أهلا أهلا وأزعت جدا أن ينضم إلي من الخرطوم السيد الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي مرحبا بك أبدأ معك سيد الصديق يعني محاور كثيرة جدا في هذه الحلقة تتعلق بسؤال عريض يتحدث عن هل تحتمل قوى الحرية والتغيير عادة التأسيس أنتم في حزب الأمة لديكم تاريخ عريض في هذه المسألة وكنتم دائما من أوائل الذين يغادرون الحركة الوطنية والتجمع الوطني الديمغراطي هل من عادة حزب الأمة دائما أن يضيق ذرعا بهذه التحالفات السياسية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على إيطاعة هذه المساحة لتوضيح هذا الأمر المهم أولا حزب الأمة حزب حيوي يتحرك وفق المعطيات السياسية وملتزم بالتحالفات وبالتنسيق وترتيب الأمر مع حلفائه وتاريخ الذي سردته باعتباره يتنصل من التحالفات أنا أرفض هذا الكلام وأرفضه ليس تمترسا ولكن موضوعيا الذي حدث أرجع بالديني زمن بسيط في ما حدث في المصالحة الوطنية قبلها حصلت حركة يوليو 76 وكانت حركة مباغتة ولم تنجح الانتفاضة العسكرية في ذلك الوقت وعدم نجاح الفرصة المباغتة تجعل النظام في ذلك الوقت نظام لميري يرتب نفسه بشكل ودخل في تحالفات بحورية إقليمية لحماية نفسه ودحي دخلنا كان في صراع محاور قيم قدر حزب الأمة هذا الأمر وناقشه تفصيلا مع حلفائه في ذلك الوقت ودبل المناسبة كان اتفاق الجبهة الوطنية على فتح حوار مع النظام في ذلك الوقت ولكن بقية الحلفاء في ذاك الوقت تنصلوا عن المضي في هذا الطريق وهذا جعل حزب الأمة كأنه تصرف منفردا فهذا ما حصل في المصالحة الوطنية في الجانب الآخر أو المرحلة البعدها يعني ما حدث مع التجمع الوطني الديمقراطي كان الحزب الأمة فاعلا في المعارضة مع زملائي وحلفائي العمل العسكري والسياسي بكل أنواعه ولكن كذلك حدثت مستجداد على الأرض حصل الاتفاق الأثيوبي الأريتني وهذا يضيق الفرصة على العمل المسلح من خارج البلاد التي كانت متاحة لهم معسكرات في ذاك الوقت والنظام يعني تحدث وإن كان مناورة تحدث عن فتح باب الحوار الحوار عملية سياسية إنت لو لم تستجيب لها هو سيكسب نقطة عليك حتى وإن لم يكن جادا كان الواجب التوافق والاتفاق على هذا ككتلة ولكن حصل يعني تعامل طيب سيصدق هذا جانب تاريخي معلوم أنت الآن قدمت سر تاريخي لمواقف حزب الأمة القومي في ميال التحالفات السياسية الأنظمة الحاكمة الآن في الراهن السياسي حزب الأمة القومي على أيام الفترة الاعتصام تحفظ بصورة واضحة على قيادة قوة الحرية والتغيير وذلك عبر التنسيقية رغم أنها قادة الحراك بنجاح حتى السقوط البشير لماذا تحفظتم؟ نعم الذي حدث يعني التنسيقية الحرية والتغيير طبعا نحن جزء أصيل من الحرية والتغيير وتحالفاته وتكوينه وهياكله وتنسيقيته وكل شيء نحن جزء أصيل في التكوين ومؤسسين لتحالف الحرية والتغيير نحن كان منطقنا في هذه النقطة واضح جدا أن التنسيقية عملت عمل كبير جدا جدا في إدارة الثورة وأدى هذا إلى الاختراق الذي حدث وأدى إلى التغيير وهذا يحمد لتحالف الحرية والتغيير العمل الذي تم وهي قاد نضال الشعب السوداني القدم التضحيات حزب الأمة كان يقول بعد التغيير يستجد تواجه قوة الحرية والتغيير قضايا أخرى غير التي كانت تقوم بها التنسيقية قضايا يرتفع المستوى وتتطلب نوع من التوافق والتنسيق بين المكونات في الساحة السياسية وقضايا بناء الدولة وخرجنا من السرية إلى العلنية لأنه وقت التنسيقية كان العمل سري ووقت المطارضة وكذا العلنية تقتضي وطبيعة القضايا البتقابلة في مرحلة بناء الدولة دائرة مستوى قيادة القوة السياسية المكونة لتحالف الحرية والتغيير تأتي بقياداتها للإطلاع على الموقف والتعامل معه وهذا كان منطقنا وراء تكوين مجلس قيادة فاعل يكون مرجعي يتولى الأمور والحصل أنه لم يلتزم بهذا وأننا في وقتها لم نشأ تصعيد هذا الموقف أبعد من ذلك لأنه البلد لسه ما في وسيقة دستورية ما في مؤسسات الحكم الانتقالي في فراغ كبير إذا حدث موقف من حزب الأمة في ذلك الوقت سيحدث فراغ سياسي وحيؤدي إلى أمور سعود لك أستاذ صديق تنسف الوضع السياسي في البلاد سعود لك أستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي الآن بدأت هناك صوات عالية جدا في صحة سياسي السودانية تنادي بضرورة أن تتم إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير أولا ما الذي استجد داخل هذه المنظومة التحالفية الكبيرة جدا في السودان ما الذي يدور فيها الحقيقة التي يجب أن نعتبر أنه تكونت هذا التحالف العريض الحرية والتغيير في بداية الانتفاضة أو الثورة في 19 ينايل 2019 كان هناك إعلان للقوى الحرية والتغيير وبدأ على هذا الأساس دخلت قوى لم تكن داخل الحرية والتغيير وكان لها آراء مخالفة حول الحرية والتغيير أو حول الانتفاضة أو حول الثورة أو حول التعامل مع النظام أو حول التعامل مع القوات المسلحة إلى الآخر رغما عن ذلك إنما أعلنت الحرية والتغيير استمرنا مع كل القوى التي وقعت على هذا لكن على مضت على كل واحد يشوف طريقته لكن المسألة الأساسية إن كل القوى وقعت على المثاق كل القوى كان من رأينا إنه في قوى أخرى زي قوى الانتفاضة زي الناس اللي عندهم قضايا مطلبية الناس السدود والأراضي اللي هم شاركوا في اجتماع يوم 22 ديسمبر 2018 وداخل ذلك الاجتماع تم القبض على قيادة الإجماع الوطني المهم بالرأينا عندما نتكلم الآن عن هيكلة أو تغيير داخل الحرية والتغيير نحن مع الفكرة مع الفكرة لكن الفرق بينناتنا كالآتي نحن نعتبر الحرية والتغيير جفها عريض وليس تنظيم سياسي موحد يعني أنتم ترفضون القيادة الرأسية بالضبط الفرق بينناتنا أنه الهيكلة إذا كان مقصود بها رئيس وسكرتير عام إلى آخره نحن لا نقبل ذلك نحن مع التوسع الأفقي أنتم كحسب شيوعي كحسب شيوعي مع التوسع الأفقي القوى التي ظهرت بعد يناير 2019 يجب أن تجد مكانة داخل الحرية والتغيير وداخل قيادة الحرية والتغيير ونعني بذلك لجانة المقاومة ونعني بذلك كذلك لجانة تسهيل الفرق بينناتنا وبين بعض القوى الأخرى نحن نركز على العمل الجماهيري كأساس وليس من تحت لفوق وليس من فوق لتحت كما يجري عند بعض الأحزاب الأخرى طيب يعني كيف ستتم عملية الهيكلة في ظل قيادة أفقية وأنت يعني تعلم تمام العلم مستاذ فضل بأن هناك إشكاليات كثيرة جدا بدأت تعلو بأن الطريقة التي تدار بها الآن قوى الحرية والتغيير طريقة فيها كثير جدا من العيوب أنا وافقك إلى حد ليس هناك تنظيم جبحوي خالي من العيوب التنظيم الجبحوي بطبيعته بوجود قوى عندها رؤى مختلفة مصالح مختلفة لكن بيجمع الحرية والتغيير الإعلان إعلان الحرية والتغيير نحن مع التزام بهذا الإعلان وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن تمنع عليه جبهة وطنية دموقراطية داخل هذا البلد وبالتالي إذا كان الإعلان هو الحد الأدنى ندعو كل القوى بما فيها ملانة في حزب الأمة وفي الجبهة الثورية الالتزام بالإعلان طيب أستاذ السيد الصديق الصديق المهدي القيادة بحزب الأمة هذا الطرح الذي يقول به أستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي بأن القيادة يجب أن تكون قيادة رأسية تجمع كل القيادات كل المكونات لهذا التحالف العريض قوى الحرية والتغيير هل هذا الطرح سيستقيم بصورة عملية مع الدعوة التي تنادون بها بأن يتم تشكيل قوى الحرية والتغيير وتكون هناك قيادة بصورة معينة طرحها الإمام الصديق المهدي هناك مشتركات الطرح الطرح الأخ العزيز فتحي الآن في مشتركات أولا نحن متفقين جميعا على أن نبدأ من المحطة الواقفين فيها اللي هي إعلان الحرية والتغيير ومتفقين كذلك فيما طرح على نقطة أنه إعلان الحرية والتغيير أو التحالف الحرية والتغيير يحتاج لتوسعاء لتشمل كل الأجسام التي كانت فاعلة في الصورة وأدت دورها بشكل كبير وغير ممثلة الآن في هياكل الحرية والتغيير الحالية العدالة تقتضي تمثيل كل هؤلاء الأطراف وهذا ما دعونا له في العقدة الاجتماعي الجديد وأن ننقل الإعلان الحرية والتغيير إلى جبهة وكيفية الانتقال وكيفية عمل الجبهة هذا عمل طبعاً مش هيجي حزب الأمة يقول والله أنا عندي كيت 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 ويجي حزب آخر يقول أنا ما هي دائرة تفاهم بين الأطراف عشان يصلوا للمعادلة الأصوب والأصلح وحقيقة حزب الأمة لم يقفز بهذا المشروع يعني بدون أي مقدمات أننا عملنا حوار سنائي مع كل حلفائنا في الحرية والتغيير وأدرنا هذا الحوار وناخشنا معهم المشاكل التي يواجهها أو تواجهها الهياكل الحالية وحقيقة وجدنا أراضي مشتركة كثيرة مع كثير من القوى السياسية طيب سيد الصديق في ظل هذه المشتركات التي تتحدث عنها الآن أي إدارة أي رؤية الآن يطالبها حزب الأمة هل أنتم مع الإدارة الرأسية لقوى الحرية والتغيير أم تطالبهم بصورة سياسية متوافقة عليها أن تكون هناك إدارة أفقية لهذه المنظومة نحن طرحا واضح جدا في العقدة الاجتماعية سلمناه مكتوب لجميع الأطراف أنه دائرين توسيع التحالف الحرية والتغيير ليشمل كل الموقعين على الميساق أنا أتحدث عن القيادة نحن طبعا مع أنه التوسيع والتكوين عايز وضع قيادي يتفق عليه يعني عايز وضع قيادي عنده يبقى مرجعي وعنده أسس عمل عمل جبهوي هذا طرحنا ونناقش هذا الطرح مع جميع الأطراف أنه أنت لابدت عمل جبهة لكي يكون عندها فاعلية لأنه الجديد في الأمر الآن تحالف الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية للحكم الانتقالي والحاضنة السياسية بالتالي هي مطلعة بمهام الدولة وتواجه قضايا كثيرة ومستجدات كثيرة لا بد أن يكون عندها تنظيم فاعل ومكون في شكل جبهة وعندها أسس بتعاد عمل وعندها ميساق طرحي ميساق للتوافق عليه بين جميع الأطراف طيب سأرود إلى هذه النقاط ستفتحي فضل يعني الآن حزب الأمة يتحدث عن عن جبهة عريضة ليس رؤية رأسية ولا أفقية الآن أنتم عن أي شكل من أشكال الإدارة لقوى الحرية والتغيير تتحدثون نتحدث زي ما قلت لك نحن نتحدث عن التوسع الأفقي والمساواة التامة بين جميع أطراف الحرية والتغيير ليس هناك تمييز لقوة هل يتسق مع رؤية الجبهة؟ مخولة الفرق بي في الجبهة ومين بيكون الجبهة نحن نطرح رأينا بنقول القوى الانتفاضة بنقول القضايا المطلبية السدود والأراضي بنتكلم عن لجان المقاومة بنتكلم عن لجان التسهيل هذه القوى يجب أن تجد مواقع داخل الحرية والتغيير وبالتالي هذا يستدعي يستدعي النظر من الجديد في الواجبات التي تطرح سواء كان في إعلان الحرية والتغيير أو غيره المثلة الأساسية نحن لا تريد جبهة مثل الجبهات التي تمت في العراق أو في سوريا إن يكون في جبهة تحت قيادة الحزب المعين نحن جب جبهة بالمساواة بين كل أطراف الجبهة يعني أنتم تتخوفون أن يقفز حزب ما على هذا التحالف الهيمن هي خطأ يعني نحن مع المساواة التابعة بين كل أطراف الجبهة نطرح رؤانا ونحاول بقدر الإمكان الوصول إلى إيماع حول طرح استناداً على تجارب بتاعتنا المختلفة طيب أستاذ فتحي الآن ما هو شكل أو ما هي عيوب الشكل الموجودة الآن حالياً في قيادة قوى الحرية والتغيير إن كان من عيوب والله أنا أتكلم من أوضح الأشياء يعني الناس بتتكلم الحرية والتغيير هي الحاضنة للثورة لكن هل الحرية والتغيير هي الحاضنة للسلطة؟ يعني هذا سؤال وينها بتجري التناقض بصر هنا إنه مش للحرية والتغيير كجسم يعني عنده نفوذ على السلطة سواء كهذا التنفيذية أو السيادية واحد مثلاً مسئلة واضحة المسألة الاقتصادية كما طرحت لجنة الخبراء في الحرية والتغيير الاقتصادية رؤية لوزيرة المالية أو لمجلس الوزراء لم يؤقذ بها وهذا يعني إنه هذه الحاضنة لا تستطيع تنفيذ ما يمكن تنفيذه الشيء الآخر محاولات من قبل المكونة العسكري الاستقواء ببعض أفراد أو بعض أحزائز داخل الحرية والتغيير وبهذا تفقد الحرية والتغيير أول حاجة وحدة اثنين العمل المشترك اللي بيتتبقوا عليهم وأنا أتكر إنه من المسائل المطلوبة التغولة اللي بتم دائماً على الوثيقة الدستورية مع عيوبة تعون من من؟ من المكونة العسكري وبرات من السلطة التنفيذية والحرية والتغيير ما قادرة يعني أنا أظر مثلاً زيارة أو اللقاء سيد برهام مع ناتنياهو قيل لنا أن هذه الزيارة تمت لمصلحة السودان العلي أو مصالح الشعب السودان العلي ولكن لم يفسر أحد سواء كان مجلس السيادة أو من المكونة العسكري أو من السلطة التنفيذية ما هي مصلحة السودان العلي التي تستدعي ذلك اللقاء ذي كلها أشياء أنا أفتكر الحرية والتغيير بعض الناس الموجودين في الحرية والتغيير قالوا تركنا هذه المسألة خلف الزخرة أنا أفتكر إنه خطأ يعني هناك مآخذ وهناك عيو هناك مآخذ وبالتالي يجب إصلاح هذه المآخذ طيب سيد الصديق الآن هناك جسم مركزي أو اللجنة المركزية والمجلس المركزي لقوة الحرية والتغيير وهو بمثابة مائدة مستديرة تدار فيها كل القضايا والإشكاليات ألا يكفي هذا الجسم ثقة منكم كقيادات وقوة حرية وتغيير أن يدير هذه المرحلة ريثما نجد وضع سياسي أفضل يتوافق عليه الجميع هذا الجسم ظهرت عيوب كثيرة في الممارسة في الفترة الماضية ومن أوجه القصور الحصلت من هذا الجسم التفلت الموجود في الساحة جسم الحرية والتغيير أو التحالف الحرية والتغيير كان منوض به هو الحاضنة السياسية للحكم الانتقالي الذي يجب عليها مهمة أن تجمع الأطراف وتجمع التناقضات الموجودة ولكن هي نفسها ما كانت في وضع يسمح لها للقيام بهذا الدور وكان يجب التنبيه لقضايا مهمة جدا جدا مثلا الإجراءات المتعلقة بتفكيك التمكين في بطء شديد جدا جدا في هذه الإجراءات يعني الآن حصلت إجراءات في الفترة الأخيرة جاء بعد السنة يعني كان من البداية الموارد والمتاحة في يد النظام السابق والأموال وكل ما بيدهم اللي هو استخدم في زعزعت وتقويض استقرار الحكم الانتقالي كان يجب أن تتخذ إجراءات بالتوافق في ذاك الوقت لحرمانهم من هذه الموارد حتى لا يعبث بها في استقرار الدولة والحكم الانتقالي في أوجه قصور كثيرة جدا حصلت وداء لغياب الفاعلية المجلس المركزي للحرية والتغيير ولعدم التوازن في التمثيل وعدم تمثيل كل الفاعلين في المجلس القيادي للحرية والتغيير لذلك نحن نبهنا للكلام هذا منذ سبعة أشهر تقريبا حلفانا لأن هذا الوضع يجب أن يتغير بسرعة للفاعلية ليس حزب عايزو هيمن بالعكس نحن أكثر الأحزاب زهدا في أي نوع من أنواع الهيمنة في هذه المرحلة الانتقالية ودائرين نتعاهد مع بعض نتعاوم مع بعض نتحالف مع بعض في إنجاحها وبعد ذلك نرجع للشعب السوداني يقدم من يريد تقديمه وعشان كذا نحن واضحين في الحتة دي ما عايزين أي هيمن عايزين فاعلية تنجح الفترة الانتقالية والفاعلية ديه اللي بنبحث عنها في التكوين في تفعيل التكوين وفي ضم كل الفاعلين لجان المقاومة والناس اللي كان عندهم دور كبير في السورة يجب أن يكونوا جزءا من هذا المجلس القيادي للحرية والتغيير عشان يكونوا جزء من القرار طيب أنتم أيضا سيد الصديق نعم أنتم أيضا تطرحون الآن مؤتمر تأسيسي هل هذا المؤتمر التأسيس يأتي بديلا للعقدة الاجتماعي الذي طرحه الإمام الصيد الصادق المهدي وما هي الحاجة لهذا المؤتمر في ظل ضعوات الآن تنادي بضرورة أن يتم إعادة هيكلة وتشكيل قوى الحرية والتغيير ما الهدف منه؟ العقدة الاجتماعية هو طرح والمؤتمر التأسيسي هو آلية لتحقيق لتوافق على طرح ما؟ العقدة الاجتماعية أو غيره أنحنا ما عملنا انجلاب عسكري لنفرض رؤيتنا بالقوة على الآخرين أنحنا بنطرح طرح وأنحنا بنأخذ على حلفانا نحنا حلفاء في عمل كبير جدا جدا وفيه مصلحة كبيرة جدا للوطن ومواطنينه ولكن نحنا لما بدأنا الكلام عن الإصلاحات سبع أشهر ما لمسنا عمل جاد للتوجه لهذا الإصلاح عشان كده جات خطوة التجميل دي للفت النظر ونحنا ما شغالين بمفردنا نحنا بنتكلم عن التعامل والتفاهم مع حلفان كلهم وفاوضناهم ومحاورناهم ومشاورناهم في الكلام ده واحد واحد تكوين تكوين في أنه في مشاكل معظمهم يتفق معانا على المشاكل وده طرحنا نطرحوا نشوف الآخرين وطروحاتهم فالخلاف هنا ما في خلاف هو العقدة الاجتماعية طروحة حزب الأمة للإصلاح والمؤتمر التعسيسي هو آلية مناقشة طروحات الإصلاح المختلفة للتوافق عليها أو على واحد منها أو على ما يتفق عليه المؤتمرون طيب سيد فتحي حزب الأمة الآن قدم هذا الطرح السيدة الإمام الصادق التقى رئيس الوزراء التقى أيضا عمر الدقير أنتم في الحزب الشيوعي لديكم طرح لديكم رؤية هل تم طرح رؤية الحزب الشيوعي لمختلف المكونات أم هي في طور المشاورات داخل جسم الحزب لا بالعكس يعني زي ما توضل صديق حول الاجتماعات الثنائية اللي قام بها حزب الأمة الحزب الشيوعي برضو قام بعثد من الاجتماعات الثنائية من ضمنها اجتماع مع رياضة حزب الأمة وصرحنا وسط نظرنا أنا أعتقد أنه المثلة الأساسية هي مثلة الالتزام بالموقف يعني السؤال فلا آتي هل البيانة الذي صدر من حزب الأمة حوله تجميد نشاطه داخل الحرية والتغييره داخل الحرية والتغييره تجميد النشاط هل هذا يعني محاولة لإصلاح أم لا ده السؤال الشيء الثاني والشيء الأساسي المهم في المسألة ذي دي أنت طرحت كمية من التاريخ والحوادث التي تمت في الماضي أنا ما أريد أن أرجع لها لكن الموقف بأنك أنت تقول يا إما تأخذ هذا القرار أو نحن ننسحب بعد أسبوعين إذا ما رد يعني نفتك وضع الحرية والتغييره ككل فيما حق من قبل جهة واحدة من جهة واحدة خطأ نحن زي ما بنقول نحن منفتحين على كل الآراء التي تطرح سواء كان عقد اجتماعي أو أي مبادرات أو أي طروحات تمشي في اتجاه تدعيم وحدة قوى الثورة لقدامه وبتالي أستاذ فتحي في هذه النقطة أنت أثرت موضوع مهم يعني هناك شعور من بعض المتابعين والمراقبين بأن هناك جهات ومنظومة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير ربما تحاول أن تمارس عملية خطف لبعض الملفات السياسية وتعلم بأن التي يمكن أن تقود هذا الأمر وتنجح هذا الأمر هل هذا الأمر تستشعرون بأنه موجود أم هي مجرد قراءات بصراحة هذا موجود هذا موجود موجود لكن هذا لا يستدعي التلويح والتحديد هذا يستدعي العمل بجد من داخل الحرية والتغيير لتغيير مواضيع القوة في الكلام أنا أضرب لك مثلا قبل واجه المقابلة قرأت بيام من تحالف المزارعين أحد المكونات الأساسية الحراكة الجماهيري هذا يشتكوا من التدخل بتاع لجنة التمكين إنها عملت كونت لجنة التسيير لتحاد المزارعين أنا أفتكر إنه هذا تعدي من قبل لجنة التمكين إلى العمل السياسي الديمقراطي لجانة التسيير في النقابات يجب أن تنبؤ من الجمعيات العمومية وهذا خطأ وبالتالي نحن ضد هذا الخطأ ونطلب إصلاحه هذا لا يعني إنه نحن ضد لجنة التوكين الشيء الآخر مثلا يتكلم عن بطيئة بطيئة لكن السؤالك لا آتي هل يكفي إنه أنا أطلع قيم بيانات إنه فلان فلان ما أعرف سألك كده أريد عمل كده عمل كده عمل كده أوكي لكن المسألة الأساسية أي زور يلتكي بجريمة سرقة من قوة الشعب السوداني يجب أن يقدم إلى المحاكمة وهذا يعني إنه لجنة التمكين بهذه الطريقة مقصرة النايب العام مقصر ورئيسة القضاء مقصرين يجب أن يكون هناك قانون ضد السراء الحرام طيب قبل أن نعود إلى السيدة الصديقة أيضا هناك نقطة مهمة أنت أيضا أتيت عليها واحدة من المهات ما أخذ عليكم أنتم كمكونات لقوة الحرية والتغيير هو عدم الالتزام بالمصوفة التي وقعت في الأسبوع الأول من هذا الشهر أبريل كل الأشياء التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ ما عدا الاتفاق على تكوين لجنة اقتصادية طارئة برئاسة محمد تي لماذا هذا التقصير لماذا لا تنفذ كل كلمة قيلة في هذه المصوفة أولا هذه ليس مسؤولية الحزب الشيوية أو الحرية والتغيير كمكونات لقوة الحزب الشيوية المكونات رأينا في المصوفة عدم الالتزام يشير إلى ماذا عدم الالتزام واضح واضح أن المكون العسكري الذي يقبل وماليس السيادة بشكل أساسي هو الذي مسؤول المسألة التنفيذ يعني أخذ مثل التكوين ماليس السلام نحن ضد فكرة التكوين ماليس السلام على أساس أن الوثيقة الدستورية نصت على مفوضية السلام هذا فرض هذا خرق الوثيقة الدستورية وضب مواقف الحرية والتغيير وبالتالي إذا كانت حتربت كل الحراكة الجماهية وكل التغيير الديمقراطي في تعيين الولاق وتكوين المجلس التشريعي بمحاصصات مع المنظمات الكفاحة المسألة أعتقد أن هذا خطأ كبير وبالتالي الذي يخلق دائما مشاكل ويخلق مشاكل داخل التنفيذ المتفق عليه ليس الحرية والتغيير وإنما من؟ المكون العسكري التغول المكون العسكري فيما يخص الوثيقة الدستورية وفيما يخص دور بقية القوى الأخرى يعني عندما خرجت المصفوفة في الأول من أبريل وقدمت هذه المصفوفة كان الناس يتوقعون أن يأتي اليوم الثاني ليصحه بالقلم الأحمر بأنه تم إنجاز كذا تم تشكيل مفوضية كذا تم تكوين المجلس التشريعي تم البد في قضايا السلام لم نرى أي شيء لماذا؟ أين مسؤولية العسكر في هذه النقطة؟ مسؤولية العسكر أنه ربطوا كل شيء بالاتفاق مع الحركات المسلحة تأجيل الأولاء تعيين الأولاء تأجيل تكوين المجلس التشريعي يا أخي مش كده أنه الآن نحن بنسمح لترويكا والمجتمع الدولي يدخل إنهم يقدم مفتراح أن يتركوا 30% أو 30% هذه نقطة غريبة أعوذي للسيد الصديق ما هو ردك أولا على النقطة التي أثارها أستاذ فتحي فضل بقرار التجميد هل هو تلويح أو بين قوسين تهديد أم هو إصلاح هذه النقطة الأولاء يجب أن تجيب عليها الموضوع الكلمة المناسبة لمقام بحزب الأم هو الإصلاح ونحن الدعاوى والإصلاح أنا زي ما قلت قبل كذا يعني بدأنا أكثر من سبع أشهر يعني بكل اللغات سرا وجهرا وعلانية وفي الإضنين وباللغاءات السنائية وفي الاجتماعات وبالأوراق وبكل حاجة سعينا لهذا الإصلاح وحقيقة الأمور ما مشت لقدام وهي صرخة صرخة التجميد دجاي صرخة يا جماعة انتبهوا لهذا الأمر عشان المزألة هي في النهاية ما موقف حزب الأمة ولا موقف الحلف الآخرين دي قضية وطنية كبيرة والأوجه الخلل الماشا يعني ماشا يعاني منها الوطن والشعب كله وتهيئ البلاد للمتآمرين وللإنجلابيين لاستغلال والوضع ماشا لي فيه حاجة خطيرة ومهددة للوضع كله عشان كده نحن جاء الموقف ده للفت الانتباه لأنه والله لازم تحصل وكفة للتفاهم لكن صيد الصديق يعني في هذه النقطة أنتم عندما طرحتم هذه الرؤية وعندما قدمها الصيد الصادق المهدي شعر الناس بأنكم شكل وصاية يجب أن ينفذ هذا الأمر وإن لم ينفذ هناك فترة أسبوعين فقط سنجمد وكأنما شعرت بعض القوى السياسية بأن حزب الأمة يمارس وصاية سياسية على بعض القوى أبدا هي ليست وصاية سياسية أنحنا حزب الأمة حزب مفتوح وتم نقاش هذا الأمر وكل التيارات والآراء نوقشت تفصيلا في اجتماعات حزب الأمة فيما رأى أنه المزألة دي يعني كان في تيار بيقول الوضع بيطلب منه حتى لا نتحمل مسؤولية الخلل البمشي ونحن يعني ما عندنا فيه دور بالشكل المناسب يجب أن نبتعد ونخرج ولكن الحزب رأى أنه أننا ما ممكن نكون مساهمين في خلخلة الأوضاع ونعمل موقف يعني يؤدي للشكل يعني يساهم في تهيئة البلاد للإنقلاب اللي نحن نخشى منه جدا جدا طيب في جارب آخر مثلا تجميد لمدة أسبوعين عشان الأسبوعين ديالذات خطوة التجميد جات بعد اتصالات مباشرة مع حلفانا واحد واحد كل الأحزاب بلاقينا وتكلمنا معه بلجنة مكونة برئاسة نايب الرئيس اللي هو فضل الله برما وبناء على الكلام ده اتخذت هذه الخطوة على أساس أنه بعد الكلام اللي بيحصل في فترة الأسبوعين نحن نقيم هذا الوضع كله طيب سيدة صديق سيدة صديق نعم يعني الحزب الشيوعي يلقي باللائمة على المكون العسكري بأنه السبب الرئيسي في بط إنفاذ المصوف هل تتفقوا مع هذا الرؤية في تباينات نعم ولكن نحن نختلف مع الحزب الشيوعي في الجانب المكون العسكري شريك شريك في عملية التغيير الحصلت وشريك معنا في مؤسسات الحكم الانتغالي ونحن يجب أن نعمل على بناء الثقة بين أطراف الحكم الانتغالي المختلفين عندنا التباينات أن نحن كأجسام مدنية سياسية في تباينات داخلنا ومؤكد في تباينات تباينات بيننا وبين الإخوة حلفان العسكريين ولكن التباينات دي يجب أن لا نفتح الباب لها وتؤدي إلى يعني زعزعة الأوضاع أن نحن كقوة مسؤولة علينا أن نعمل على بناء الثقة والتعامل مع المكون العسكري كشريك وحل القضايا الخلافية بيننا وبينهم يعني نحن هدفنا من الكلام في العقدة الاجتماعي الجديد يتضمن هذه النقطة أيضا وهي التوافق المدني المدني وينتقل هذا التوافق المدني المدني لتوافق مدني عسكري يعضد ويقوي الأطراف الحكم الانتغالي المختلفين وده يساهم في ترتيب الأوضاع وتقريب وشاط النظر فهذه النقطة الجوهرية نحن يعني مركزين عليها ونحن نتعامل مع هذه الأطراف كشركاء وليس كخصماء أو غرماء أو ناس مخاطرين الضيقة الزمن الآن في ظل هذه الآراء هناك تباينات هناك وشاط نظر مختلفة العملية أو الرؤية المطروحة الآن لضرورة وبصورة عاجل أن تعاد هيكلة قوى الحرية والتغيير هل ستمضي بالسلاسة أم هذه التباينات منكم ومن قوى مختلفة قوى الكفاح المسلح يمكن أن تؤخر هذه العملية نحن مع وحدة كل القوى السياسية المعارضة والتي شاركت في الحراك الجماهير وإصطاء النظام لا مبدأنا الأساسي ومع أكبر أكبر جفة عريضة يمكن بناء المهم في المسألة هي تكوين هذه القوى من وين أنا بهم زي ما أبتلك التوسيع الأفقي هذه النقطة متفقة عليها حزب الأوبا يتفق معكم فيها وبالتالي يبقى عشان نقدر نمشي لجدام ضرورة ضرورة اتخاذ مواقف ليس متباينة لدريتين يا إما تقبلوا هذا أو ترفضوا ذلك الأقصد يتحدث عن الاجتماعات الثنائية التي تمت ونحن عملنا مرض الاجتماعات الثنائية أنا لا أود أن أقول اتفقنا مع كل القوى لكن نحن عملنا عندنا وفاق نظر نرجو اعتبار كبير جدا فيما يخص مستقبل الحرية والتغيير كما نضع في اعتبارنا نحن مواقف مواقف الأمة المؤتمر السودان إلى الآخر هل موضوع الهيكل هل سيحسم قريبا أم هذا الأمر يحتاج إلى زمن نحن يعني برضو ما زل نخش في تحديث زمن لا نستطيع الالتزام به زي ما هو مكتوب في المقصوف أو في غيره نحن نطرح نحن جادين في عملية الوحدة جادين في عملية التغيير وجادين في أن نصل لإجماع حول هذه القضايا طيب لحزب الأمة أي خيار آخر يمكن أن يكون مطروع على الطاولة في حال لم تتفق رؤاه مع بقية القوى السياسية في الشكل الذي يريده حزب الأمة لشكل العمل والهيكل والإصلاح بقوى الحرية والتغيير ما هي الخيارات المطروحة الآن باختصار لو سمعنا والله نحن لا نتحدث الآن عن أي خيارات أخرى ولا أولى نحن هدفنا الأساسي هو إصلاح الحرية والتغيير وجعلها بشكل يستجيب للأوضاع ما يطلبه الوطن ويطلبه مواطنوه وهذا هو هدفنا الأساسي وطرحنا هذا الأمر لحلفائنا وتحدثنا معهم وفاورناهم وحاورناهم ونشوف الرؤى المختلفة وفي مشاورات الآن جارية يعني مكسفة للتوصل لرؤية ونحن كلا عندنا مسؤولية وطنية نحن أطرافة ولذلك التركيز على دي يعني نحن لا نلوح بخيارات أخرى ولا نهدد بخيارات أخرى أشكرك أن نحن عايزين إصلاح ونطرح نقطة الإصلاح ونستهدفها وفي ختام الجولات التفاهم مع الطراف المختلفة أشكرك سيدا الصديق سيد فتحي في نصف دقيقة هل سيصمت هذا التحالف أم سيكون مصيره كمصير الحركة الوطنية والتجمع الوطن الديمقراطي نحن نسعى جدين أن يصمت هذا التحالف لكل ما يمكننا أن نقوم أشكرك جزيلا شكرا أستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوع السوداني وأيضا من الخرطوم أشكرك جزيلا شكرا السيد صديق الصادق المهدي القياد بحزب الأمة القومي شكرا جزيلا لكما إذا مشاهدين قوة تغيير هل تحتمل إعادة التأسيس كان هذا هو السؤال الذي طرح على طاولة حوار ضائرة الحدث ونتمنى أن نكون قد قدمنا إجابات شافية لكل المشاهدين حول مصير هذا التحالف ومستقبل عملية إعادة الهيكل والإصلاح في أكبر منظومة سياسية في تاريخ السودان لكم تحياتي وتحيا فريق العمل وعودة مباشرة إلى الزميل مصطفى الزواوي وفي معيته آخر مستجدات الأحداث بالسودان مرحب مصطفى شكرا جزيلا لك نزار أهلا بكم في مجزي الأخبار أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بجانب تسجيل ثلاث حالات وفاة وبهذا يرتفع العدد كلي للإصابات في السودان إلى 375 حالة متضمن 28 حالة وفاة قالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إن أحدى المزارع التي تم استردادها من رجل الأعمال عبد الباسط حمزة تعرضت للسطو من قبل عصابة مسلحة بقيادة محمد عبد الباسط حمزة وحمزة عبد الباسط حمزة وقاموا بينها بسيارات كانت موجودة في المزرعة ولذوب الفرار أكد مدير ميناء الخير ببور سودان كابتن بحر عثمان القراشي سوى ناقلة نفط محملة بأكثر من 23 ألف طل من البنزين بعد انقطاع امتد لنحو أشار الانسياب النقلة للميناء حيث فرغت خلال هذا الأسبوع ناقلتين جازولين بحمولة تبلغ 76 ألف طل أصدر الأستاذ الطيب محمد عبد الله ولولاية النيل الأبيض بالإنابة قرارا بإغلاق المداخل والمخارج بمحلية القطين بولاية النيل الأبيض ونص القرار على تمديد فترة إغلاق الأسواق بجميع محلية الولاية لمدة أسبوع آخر تنتهي في الثامن من مايو المقبل أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا وصفت فيه لحديثة بلا سفير والوصائط الإعلامية حول الآلية التي تعقب اليوناميد طلب الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الاستقرار بأنها أحاديث عارية من الصحة وفيها اتهامات وتشكيك بالوطنية دون سند أو دليل شكرا جزيلا لكم لمشاهدة أحداث السودان هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة